أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم يوأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزلا بك عند الشدائد حاجته وعظما فيما عندك رغبته اللهم يعظما سلطانك وعلى مكانك وخفيا مكرك وظهرا أمرك وغلبا قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجراتوا بجهلي وسكنتوا إلى قديم ذكرك لي ومن نكا علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء أقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوحالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي مطلات عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساتي وذوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال روفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غير كاسله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذراً نادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزع نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعتي رحمتك اللهم فاقبال عذري اللهم فاقبال عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدى خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفك بالركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجى به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أن تكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدا هو على ألسنه نطقت بتوحيدك صادقا هو بشكرك مادحا هو على قلوب اعترفت بإلهيتك محققا هو على ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعات إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك هو لا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه خليل مكثوه يسير بقاؤه خصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وسيدي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع عدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لإن تركتني ناطقا لا ضجنا إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخنا إليك صراخ المستصرخين ولا أبكينا عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجوه ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمله فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من بركاء وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمين أجرمته وكل ذنبين أذنبته وكل قبيحين أسررته وكل جهلين عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهداء لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حضي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل وقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكونا أحوالنا يا ربي يا ربي يا رب 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 يا رب في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك وخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكد اللهم ومن أراد المسلمين بسوء فأرده ومن كادهم فكد واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء إرحم مرس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بنا ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارثة محمد حبيب الله السلام عليك يا وارثة أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا أثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة غتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله ملائكة وأنبياء ورسله إني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشراء ديني وخواتمي عملي وغلبي لغلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى قائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلوا الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين أبذلوا مواجم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولا يا أبا الحسين يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك الغرآن عجل الله تعالى فرجك واجعلنا من أعوانك وأنصارك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحمى الراحمين الله اللهم صلح اللهم صلح رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اوضل الصلاة واتم التسليم على أشرف الخلق والنبياء ومرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم صلح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سلام عليكم so we got some complaints that the program is too long and especially you know this part so I'm gonna make it short inshallah tonight we are gonna continue talking about Prophet Ibrahim عليه السلام and we are gonna talk about Ummul Baneen short majlis inshallah as you know that some ulema they call Prophet Ibrahim عليه السلام batalul qur'an he is the hero of the qur'an because he salamullahi alayhi was mentioned in qur'an in different like you know surahs there is a surah with his name and also because he used to travel from Iraq to Sham to Arabia and to like to accomplish a lot of accomplishments now tonight we are gonna talk about another story or another part of his call to Allah subhanahu wa ta'ala another part of his preach before I said or talk about it let me shed some light on the significance of the Prophet's stories why do we mention the Prophet's story يعني لشي احنا نذكر قصص الانبية يعني للمتعا مثلا قصص جميلة واحد يستانس بها او لا زيادة معلومات او لا هي اكثر من ذلك يعني باعتبارهم هما القدوة الحسنة قد هادو يعني قد يعني قاموا بدور الهداية للناس وايضا قاموا بادوار عظيمة في اممهم مواجهة كل الانحرافات الفكرية الاخلاقية الاجتماعية الاقتصادية واصبحوا قدوة حسن لِكُلِّ الناس لِكُلِّ زمان number one the strength of faith patience and awareness make God's prophets the best role model number two they bear the banner of guidance and take people from darkness into light and this is not an easy thing because it means you need to encounter all your people or society and so on and so forth resist all social political and economic challenges any kind of challenge so they have encountered that and resisted of course they remain committed to advocating for change without giving up or getting tired this is important some people they will give up oh I give up even sometimes with our sons or daughters we will give up we will say oh that's enough I can't do anything to them their methods of preaching calling for the way of Allah are effective for those who are preaching for preachers in any time and the place you cannot say oh they use old techniques which is not going to be useful with our time so these stories are not just ordinary narratives but powerful lessons that have the potential to transform our lives to change our lives to like you know make big changes in our thoughts and in our way of thinking and then in our way of living now these verses in Surah Al-An'am is from 74 to 79 we are going to cover these verses if you want to read I'm going to read it in Arabic and I assume all of you understand Arabic and you can read the English part on the screen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُّقِنِينَ okay Sabreen can you come and see what is on the screen please you and your friends فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حني فوما أنا من المشركون verses 74 to 79 so we are going to explain the meaning and some تفسير about these verses so ayah number one which is وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَدِيهِ آزَرَ أَتَّتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ I'm going to ask you what do you understand from this verse start from the youth from the sister's side yes Sabreen tell us what is the meaning of this verse and when Abraham said to his father do you take idols for God surely I see you and your people and manifest error all of you think just to make it into action yes thank you that's right okay so we see Prophet صلى الله عليه وسلم he is challenging confronting his people and here in the ayah Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سَدْ لِأَبِيهِ آزَرَ I'm going to explain if he is was like you know biological father or not alright so it seems that he is the only believer among the idolaters or the idols worshippers what he is supposed to do he has some options do nothing even though that he disbelieved in what they believe in number two he will surrender okay let me do as they do of course he is not going to do the first or second option number three he is going to challenge them resist the pressure of his people on him and will face all the consequences and number three that's what he chose all those evolutionary people all those pioneers they went against their like you know the norm of their communities I'm not going to be like them I will follow the truth regardless of all the resistance I'm going to face this is the logic of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala now the question is about Azar was Azar his father like biological father Ibrahim's Abraham's father yes or no no okay Shia Ulama majority of them almost all of them they said Azar he is not his father like Ibrahim's father he is his uncle or his grandfather from his mother's side this is number one the Sunni scholar said either he was his father or his uncle or like you know not his father like majority of them they said he is not his father some of them they said he was his father now we have narration that's narrated in Shia and Sunni traditions that all the forefathers of the Holy Prophet Muhammad were believers there is a narration by the Prophet that I have been transformed from from my forefathers and all of them they were believers okay so this is also part of it I'm not going to talk about this so far but there are some narrations also saying in the historical books that his father's name was Tarikh no in historical books not in the Quran in his Tarikh okay his father's name was Tarikh in some historical books now what what is he saying he is confronting his uncle and he was telling him why do you take the idols for God to take him as God okay you are doing something wrong so he confronted those who are worshipping the idols number one his father and his people then next ayah وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ and thus did we show Ibrahim the kingdom of the heavens and the earth and that he might be of those who are sure now what's the meaning of مَلَكُوت مَلَكُوت it was the origin of this word is مُلْك okay and then وَاو and were added to the word so it became مَلَكُوت it is a kind of exaggeration it is the manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala power it is the manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala authority alright so this is the meaning of مَلَكُوت do you remember another ayah that the word مَلَكُوت was mentioned in it and I'm sure that you read this surah many many times yeah what is the ayah it is in what other ayah that the word مَلَكُوت you read this surah many times the other surah what is the ayah okay now okay five tickets all right so what did Allah subhanahu wa ta'ala show Ibrahim all right what did Allah subhanahu wa ta'ala show Ibrahim and he called that مَلَكُوت السَّمَوَات وَالْأَرْضِ and it seems that he Allah as if Allah subhanahu wa ta'ala is telling the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that as we have showed you we also showed Ibrahim in مَلَكُوت السَّمَوَات the dominance the kingdom of the heavens and the earth okay now what does it mean because it's going to be related to the next ayah next three or four ayah a new experience in confronting his people who worship the planets when you want to say something when I want to prepare a speech for example is it going to be what is in my mind or is it going to be beneficial to the audience what the audience needed I need to think about something for them right I need to see if they lack in any kind of information if I need to remind them about something and so on and so forth so Ibrahim wanted to convince his people who these are different kind of people they are not worshipping the idols they are worshipping the planets like kawakib al-qamar al-shams so that's why he is going to talk to them in a way based on what they believe in to show them that you are wrong so this is very important a new experience in confronting his people who worship the planets also we can find in this ayah it is the vision that inspires conviction and certainty so there is a vision when you look at something when you see something then you will be convinced right but sometimes we look at many things but we are not going to be convinced why I see an accident and then I will say yes this is because of speed and I will not speed up but many people they will not do this why because they do not take lessons from what they see that's why so he takes lessons a mu'min now it is this is what Allah is telling us when you have a vision when you see something you need to get some lessons and follow what you have learned the conscious examining and the chronitizing vision stimulates contemplation in the soul which means that encourage him to think contemplate and then to get some results to move from the tangible to the intangible something that you can see to something that has meaning in your mind and from matter to meaning so this is very important how we can get lessons when you listen to a story of the prophet or any other story what we see these days brothers and sisters what's going on in Gaza when you see all the complaints of the parents of people we need to take lessons we need to understand something some people say oh it is their fault but some people say no look how much they have patience what makes those people so brave so strong believe in Allah subhanahu wa ta'ala and we have seen non-Muslims converted to Islam because of what they have seen in Gaza you see this kind of vision is very important so Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah is telling us that we showed Ibrahim the dominance the kingdom of heavens and earth so he he understands what's going on he knows the system how it works and who is the creator of course Allah subhanahu wa ta'ala he is a believer فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا أَوَحِبُّ الْآفِلِينَ so when the night when the night overshadowed him he saw a star one of the planets is it Mars is it something else some narration based on like you know saying this or that doesn't matter the Quran didn't tell us about it so we are not interested in which one said he is this my lord and when it was like you know said he said I don't like those who are sat down is this Abraham's or Abraham's first journey of the on the path of faith yes or no according to some narrations or some mufassirin they said this is at the beginning of his life he went through this kind of experience like thinking about everything because his people his people they used to worship the the planets so he was thinking about which one worthy to be worshipped and then Allah subhanahu wa ta'ala gave him certainty that these are not worthy to be worshipped or it is another idea it doesn't happen to him at all alright it is just a stimulation of the atmosphere surrounding him highlighting people's beliefs about the divinity of the planets moon and sun two opinions yes he went through this experience or some of them they said no it is just at the beginning of his life when he was like young very young and then Allah subhanahu wa ta'ala granted him granted him a great perfect faith or no it is not it is just stimulation like what we say in Arabic muhaakaat his people like when you are arguing with some like you know atheists for example they do not believe in God so you go with this theory of possibilities who created you yourself of course not someone else who is that the nature and so on and so forth so this is how you go with those people when you have a dialogue or discussion the intention seems to be to highlight the what absurdity of and weakness of these people like how foolish they were when you are worshipping these planets of these beliefs when compared to pure logic so it is something will not be acceptable when you are worshipping these planets then when he saw the moon rising he said is this my lord so when it set he said if my lord had not guided me I should certainly be of the erring people now because of the moon was bigger as if he was like you know stimulating he is going with what his people like you know saying but he doesn't have this kind of belief but then he just wanted to guide them that even the moon when the moon is going to set then it's not worthy to be worshipped when he saw the sun rising he said is this my lord yes it is the greatest so when it is said he said oh my people surely I am clear of what you set up with all right which means that I do not believe in what you believe in then he said surely I have turned myself being upright holy to him who originated the heavens and the earth and I am not of the polytheists so this is very important now what can we get from these verses Ibrahim lived intellectual and spiritual contemplations that stood within him something similar to an anxiety searching for the truth some ulama said this okay kids can you be quiet Sarah and Amina be quiet shh okay so it means that what we need to learn we need always to seek the truth okay when we see all these differences in opinions in thoughts and theories we need to seek the truth find which one is the right you need to have this kind of anxiety in your soul not to be so like you know lazy yeah this that no he rejects the phenomenon of the disappearance of the planet and the absence of its life after its disappearance this planet does not have divine elements so that's what he wanted to show his people the third rejection of the lordship like you know it was the sun of the sun was based in the final result on a conviction in the invalidity of the lordship of these you know cosmic phenomenon phenomenon god is the one who has no partner he alone created the entire universe and therefore he alone is the one to whom creation must turn in worship obedience and submission lessons dear brothers and sisters you can add engaging in the pursuit of truth remaining committed to it and actively promoting it are considered to be exemplary practices or practices some people they have this idea in their mind one one brother he told me about one of the ladies in the protest in California she is non-muslim she is a white girl but she is protesting like as if her family her entire family were killed in Gaza while we as Muslims we don't have this kind of passion to go in these protests to talk to people and sometimes be aggressive with people they don't care about the consequences today I just saw like a video about one of the Jewish he was challenging Canary organization Canary organization which is run by those who are pro Israel and Zionists to profile everyone who is against them and he said I want you to show all my videos not just for this month for the holy years his grandfather was one of the victims of the holocaust and he said I stand against you you see when you embrace the truth you will fight for it this is what Ibrahim is teaching us search for innovation methods of persuasion rather than simply repeating all techniques yes we need to learn sometimes in new techniques new ways like you know have you seen some of the new videos showing people about the tragedy of Palestine using you know like someone who is walking in the park and then he heard like a voice of a child crying and then when he tried to find it like it is just to remind people about what's going on in Gaza which is very nice in order to persuade the new generation it is necessary to employ new methods always try to see how do they think and then try to approach them through these ways any thoughts any comments any questions yes not hadha rabbi no hadha rabbi hadha the same time hadha it is just to make them pay attention is this my lord or he just wanted to tell them okay do you worship the son okay let me see is it going to be like have all the divine elements of the creator then he said no this is what we call just to convince his people he knows the truth and Allah subhanahu wa ta'ala will not send any prophet if he is not certain about God about the about Allah the sender himself that's why I read the ayah second ayah maybe you weren't here وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ so this is the ayah which is showing that he had certainty you